فلسطين فيه مدن كثيرة القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب هؤلاء الأطفال حتى ولو كانوا بعيدين عن وطنهم قبة الصخرة هي التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء هنا يسمعون يتعلمون ويدرسون أن الأرض ستعود ولو استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من عام ونحذرها من أيدي الاحتلال الصزوني فهو من هجرهم وهدم منازلهم ومدارسهم وقتل معلمهم ليعيشوا عاما بين نزوح ونزوح إلى أن وصلوا مصر ومن بينهم ندى تلك الطفلة التي تتلقى تعليمها هذا العام إلكترونيا في مدارس رام الله لكنها تحصل دروسها بين جيرانها وزملائها مع إحدى المتطوعات رح سنة من عوري وأنا لم أدرسة ولا أعملت إشي فهذا الشعور أنه تحس شعور مؤلم وإحنا كمان إنا فترة ما شفنا بابا وإحنا كمان كثير نشتقين له ونفسنا كثير نروح يعني أنه نروح نشوف أهلنا نشوف أصحابنا نشوف مدرستنا نشوف بيتنا تعيش ندى مع عمها وعائلته بعدما تقطعت السبل بينها وبين أبيها في قطاع غزة أيها السؤال يا مسلة هاني تكمل ما تبقى من دروسها في منزلها ويحاول العم أن يستثمر في تعليمها وأولاده كي لا يفقدوا أكثر مما فقدوه في بلادهم التعليم هو الأساس وهذا الجيل الموجود هو اللي من اعتمد عليه في المستقبل إن شاء الله من أجل تحرير فلسطين وعودة يعني قطاع غزة ودحر الاحتلال إن شاء الله من غير التعليم لا يمكن إحنا نقدر أن نحرر وطنه فهو السلاح الأقوى اللي إحنا من نعتمد عليه إن شاء الله في المستقبل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي لم يكمل طلاب غزة تعليمهم في القطاع ومن بقي هناك لا يزال على حاله بينما قرر الأزهر الشريف فتح مدارسه وجامعاته في مصر لتعليم من وصل إليه ومن لم يستطع يكمل دراسته عن بعد ستظل ندا تحلم بأن تعود إلى وطنها ولو استمر الفراق سنوات فراق عاشه أجدادها قبل عشرات السنين وها هي اليوم تعيشه وأسرتها بعد عام على الحرب بلا تعليم وتأمل أن تسعيد كل ما تركته في وطنها كريم الشيخ الغد القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر